اهتمام كبير جدا بخصوص مباراة الاهل والعين الاماراتي انتك تتكلم على مباراة بتجمع ثلاث قرات طبعا كان فيه جولة سابقة لعين كسب اوكلاند سيتي ودلوقتي العين جاي يلاعب بطل افريقيا على ارضه ووسط جماهيره ووجود المباراة هنا في القاهرة وعلى ارض النادي الاهلي نتيجة ان النادي الاهلي تصنيفه اعلى من بطل اسيا تصنيفه في الرانكنج الخاص بالاتحاد الدولي اعلى من العين الاماراتي فالاهل المصنف ضمن افضل الاندية على مستوى العالم وعلى مستوى القرات فلذلك بطل افريقيا بيستقبل بطل اسيا على ارضه مباراة فيها اهتمام كبير جدا فيها زخم اعلامي على اعلى مستوى واحنا نبارح كنا انفرضنا بخبر ان المباراة ايتم نقلها من خلال 20 كاميرا فيه انتاج عالي جدا لنقل هذه المباراة وقالنا انه في مخري اجنبي وقامكم على الشاشة دي الكاميرات الخاصة بنقل المباراة فيه الكاميرا الدرون كاميرا امامية فيه الكاميرا الخلفية فيه الكريق بصوا كل الامكانيات المتاحة لانتاج المباراة وتصورها من خلال مخري اجنبي من خلال كرو المصورين يمكن خمس مصورين اجانب مساعدين للمخري الاجنبي مخري برتغالي على حسب معلوماتي فانتو بتتكلموا على امكانيات عالية جدا هتشوفوا بكرا نقل تلفزيوني طبقا للقواعد والرولز اللي وضحها الاتحاد الدولي لم يسبق لها مسيل بالاضافة لكده الاعادات كمان البكرا في المباراة انت هتلاقي اعادات من زوايا مختلفة هتلاقي الفار بكرا بيشتغل من زوايا انت عينك ما شفتهاش لا في دوري ابطال افريقيا ولا حتى في مباراة الدولة المصري بكرا هتشوفوا مباراة وكأنك بتتفرج على الاهل والعالم الاماراتي في ساندياكو بيرنابيو كأنك بتتفرج عليهم في مباراة بتتلعب مثلا في البريمير ليج تصوير انتاج حضور شكل الاستاد التحضير القواعد الوضحها الفيفا في وفد من الفيفا على فكرة وصل لأول أمس وعمل اجتماعات على مدار 48 ساعة في استاد القاهرة الدولي فاللقاطات دي احنا دايما بنعيشكم في الحدث وبنعرفكم بكرا حتى وضع الكاميرات الدرون اللي هيكون موجود في الملعب بكرا هتشوفوا امكانيات على أعلى مستوى لنقل وانتاج مباراة الاهلي والعين الاماراتي